هذا واختمت في العاصمة الأردنية عمان أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين وقد أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أهمية تعزيزي ومأسسة العمل العربي المشترك على النحو الذي يمكن الدول العربية من تجاوز التحديات التي تواجهها في ختام أعمال القمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين صدر إعلان عمان الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأشار فيه إلى ما يواجه الأمة العربية من تحديات أؤكد أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وأن بناء المستقبل الأفضل الذي سستحقه شعوبنا يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤثر في آليات عملا منهجية مؤسساتية والمبني على طرحات واقعية عملية قادرة على معالجة الأزمات ووقف الانهيار ووضع أمتنا على طريق صلبة نحو مستقبل آمن خال من القهر والخوف والحروب ويعمه السلام والأمل والإنجاز وأكد القادة العرب دعم مسار المفاوضات لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين وخيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتأكيد على أن السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسله مبادرة السلام العربية والمطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى وتطالب دول العالم عدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل وحول الأزمة السورية شدد القادة في إعلان عمان على العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية بما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا ويحمي سيادتها واستقلالها وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها استنادا إلى مخرجات جنيف واحد وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خصوصا القرار 2254 كما حث القادة المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وحول العراق أشدد إعلان عمان على الدعم المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية وتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش كما شدد على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي في وطن آمن ومستقر لا إلغائية فيه ولا تمييز ولا إقصائية وثمن القادة جهود التحالف العربي في دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية وفي الشأن الليبي شدد إعلان عمان على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق الاسخيرات وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي كما شدد إعلان عمان على الالتزام بتكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية وإزالة أسبابه كما أعرب القادة عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب محذرين من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة كما رفض الإعلان كل التدخلات في شؤون الداخلية للدول العربية وأدان المحاولات الرمية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية وتأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي ومثاق منظمة الأمم المتحدة وشدد القادة على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها عليها ودعوة إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلميا لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية كما كلف القادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المستهدفة تطوير التعاون الاقتصادي والعربي وزيادة التبادل التجاري وربط البنى التحتية